تصديف مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد فعلية الملتقى الثالثة للتمور المصرية بمشاركة عرضين من عدد من المحافظات والدول الشقيقة ويضم الملتقى معرضاً لمنتجات التمور ومشتقاتها والحرف اليدوية والزراعية للعام الثالث على التوالي تنظم محافظة الوادي الجديد الملتقى التسويقي الثالث للتمور لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة الملتقى يضم معرضاً لمنتجات التمور ومشتقاتها وأصحاب الحرف اليدوية والزراعية بمشاركة أكثر من مائة عارض بالمهرجان من منتجي ومصنع التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية كما تنظم خلال الملتقى ندوات علمية عن الوضع الراهن لأفات التمور في المحافظة وتأثير تغيرات المناخية على أمراض النخيل والحد من تداعيات التغيرات المناخية باستخدام منتجات النخيل الثانوية في تغزية الحيوان كما ينظم الملتقى مسابقة لاختيار ملكة جمال التمور لعام 2023 لاختيار الأطفال من سن 6 وحتى 12 عاماً معرض التمور السنة دي مختلف تطور كبير جداً جداً من حيث عدد الجهات المشاركة عدد الشركات العرضة المنتجات المتطورة جداً جداً يعني دائم الزيارة للواد الجديد تقريباً كل عام بزور الواد الجديد السنة دي فيه فرق كبير جداً وفيه تطور كبير جداً حقيقةً يعني أكبر تجمع للمهتمين ولكل الصناعات القائمة على التمور بداية من تدوير المخلفات التمور الأساس الأسمدة العضوية إلى آخره جايين نشارك فيه المؤتمر بتاع التمور العالمي وجايبين منتجات بتاعتنا من فخار وسرسوع وشال فركة هندميد والحاجات دي كلها والحمد لله إن شاء الله بإذن الله الخطة الجاية هنعمل فرع هنا ونضيف الخشب والأشياء المختصة باللي بالتمور اللي هي الجزعة والخوص هنستخدمه إن شاء الله في منتجنا ونعمل مفاجآت جديدة وجيت أعرض طبعاً الزي السيناوي عندنا الطرز السيناوي والمرمرية والأعشاب والمورنجا والزعتر كل الحاجات السيناوية قلنا لازم نعرفها برضو على المحافظات التانية ويبقى فيه تلاحم بيننا وبين المحافظات التانية يتزمن الملتقى مع موسم جني البلح بمحافظة الوادي الجديد والتي تضم نحو أربعة ملايين نخلة مثمرة منتجة للبلح السوي النصف الجاف والمعروف بمسمى البلح الصعيدي ألاوة على وجود أصناف أخرى تصل إلى 13 نوعاً من الأنواع الردبة والنصف جافة والجافة